شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام مؤكدا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سارقات الكهرباء منعا لاستنزاف موارد الدولة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسمط لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة استثمرت في البنية التحتية للقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تسهم في توفير استهلاك الوقود مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء مؤجها بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء